يعني أمام ما تقدم به ضيفنا من لندن منذ عام 1940 مرورا بعام 1956 حتى اليوم ما طبيعة العلاقة بين الإخوان المسلمين هذا التنظيم الإرهابي وبين بريطانيا كدولة؟ يعني أعتقد أن العلاقة كانت واضحة منذ اللحظة الأولى منذ أن قامت بريطانيا بالتبرع كما جاء في تقريركم المفصل للمؤسس الأول للتنظيم حسن البنة ولذلك كان غرض البريطانيين وقتها هو السيطرة على القوة الأكبر والأبرز وحركة التمرد ربما الصاعدة في الداخل المصري وكان مقصود حركة الإخوان المسلمين استمرت هذه العلاقة حتى وقتنا الحالي الآن ونحن نستطيع أن نقول أن بريطانيا أصبحت ربما المقر البديل لمكتب الإرشاد إرشاد الإخوان ومكتب الإرشاد هو السلطة التنفيذية الأكبر والأعلى داخل حركة الإخوان المسلمين ولذلك هي احتضنت التنظيم الدولي للإخوان والتنظيم الدولي هو مسؤول على ربط العلاقة ما بين كل روافد الإخوان في كل الأقطار العربية والأوروبية أنا شخصيا زرت مقر التنظيم الدولي للإخوان في علاقة بحسية أجريت حوار صحفي مع أمينه العام إبراهيم منير واطلعت على طريقة عمل التنظيم في بريطانيا ولذلك بريطانيا أعطت وماذا لت تعطي مساحة للتنظيم الدولي حتى أنني طرحت سؤال على إبراهيم منير صفتك التنظيمية فقال أنني عضو لمكتب إرشاد الإخوان قلت له قبل 2010 أنه أجريت انتخابات ولم يطرح اسمك على أنك عضوا في مكتب الإرشاد فقال عبارة أفهمها الآن أنني عضو مكتب إرشاد على دكة الاحتياط وإبراهيم منير الآن هو الرجل الأول في التنظيم تنظيم الإخوان المسلمين ويقوم مقام المرشد العام للإخوان بل انتقلت السلطة التنفيذية للإخوان في لندن إذن لندن الآن لا تدير التنظيم الدولي فقط وإنما تدير التنظيم الأم في مصر بحكم أن المرشد العام هو مرشد عام لكل الإخوان في كل الأقطار العربية لماذا تعطى هذه المساحة من قبل بريطانيا لحركة الإخوان المسلمين التي تصنف إرهابيا كما أشرت في مصر ومعظم البلدان العربية في الشرق الأوسط في حقيقة الأمر لندن تحتضن كل التنظيمات المتطرفة بدءا من الإخوان ومرورا بقيادات تابعين للجماعة الإسلامية المسلحة في مصر ومتهمون صدرت عليهم أحكام بالإعدام في التسعينيات من القرن الماضي وأشخاص كانوا ينتمون لتنظيمات أكثر تطرفا تنظيم داعش وهي هنا تستخدم تنظيمات العنف والتطرف والتمرد من أجل الضغط على الحكومات العربية وعلى الأنظمة السياسية المستقرة والعلج ذلك هو جزء من السياسة الخارجية لبريطانيا كانت تستخدمها ومدالت تستخدمها مع حركة الإخوان المسلمين